السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات كرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديالت اليوم غنطرق العدة أخبار من بينها غنطرق الشهرية ديال الشهر سبعة ديال يوليوز اللي غيكون فيها أولا البونوس ديال ميتين أورو زيادة على الستة ترينتا وكذلك اللي غياخد كذلك الكواتور دي شازمة غنطرقل هاتشي إن شاء الله في الفقرة الأولى وغنجوب على البعض الأسئلة اللي كتخص البونوس ديال ميتين أورو وكذلك الشرح ديال ست ترينتا وشكون غايتوصل في البوستطبقة ديال شهر سبعة بالتعويض وشكون اللي غايتوصل به في شهر ثمانية ولا في آخر السنة غنطرق كذلك على الجديد ديال المغربية لي المساعدة الإشتماعية كانت خدات لها بنتها في شهر جوج اللي داز وكانت تسجلت واحد الفيديو أخرجت في بعض المواقع المغربية باش كتطلب الإيغاثة بطبيعة الحال الحمد لله كين أخبار ديال الخير اللي كتصر وبطبيعة الحال أنا هاد الخبر طرقت لي خصوصا لجميع هادوك العائلات اللي حاليين شمل د أنا متفرق بسبب القوانين الإيطالية اللي يجمع شملكم وبطبيعة حال أراك نحاول أني نجيب لكم هاد الأمثلة باش نقول لكم بلا أنه من بعد المعاناة أراه دائما ككل فرج غنتكلموا على موجة الحر القادمة من إفريقيا إلى إيطاليا وبطبيعة حالي إخوان هاد الحرارة اللي إحنا عيشنا في هذا بحاليا ما هي إلا القليل سمنة الجاية درجة الحرارة في إيطاليا هتوصل تساواربعين وربما غيكون أسخن شهر ستا على مدى التاريخ منذ بدء الإحصائيات غنتكلموا كذلك على وا واقعا اللي كانت وقعاتي إخوان اللي كنا شفناها في مدينة مونتي بلونة اللي كان في شمال إيطاليا مواطن مغربي اللي كان هو وضي إخوان الشغب الروينا واللي تدخل باش يحبسه ويكالمي هو مواطن مغربي صحفة الإيطالية تتجاهله وتشكر مواطن إيطالي لأنه كان لاعب كرة قدم سابق غدي نطرق التفاصيل في هذا الفقر وغامش نتكلموا على الأزمة ديال الغاز إيطاليا وشركة إني تشارك في أكبر مشروع ديال الغاز المسالف العالم اللي كان في قطر دخل وفيه إخوان بفلوس صحيحة واحد الاستثمار اللي غي يدوم 27 سنة طبيط حال هاد المعلومات ومعلومات أخرى في هاد الحلقة وكيف مالعا ذا كنا بغير نشكركم جازي للشكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشاركاش اشتريكم شوقات تصلوا بالجديد إن شاء الله فهاد الفقرة غذي نطرق الموضوع ديال سات ترينطا والتواريخ اللي غي يجي فيها التعويض في البصطة فاقة وبطبيط الحل كان تواريخ متعددة كم اللي غي ياخدها في شهر السبعة كم اللي غي يخيدها في شهر ثمنية كم اللي غي يخدها من بعد وكم اللي غي يخدها كذلك في أخر السنة وبطبيط الحل كنت تكلم على أنه ستتتتتتتتتتتوا الرائد هذه العالم بحل عملية الإمكانيت육ان إذاً لديكم انكم تدفعوها ، نازل كان إلى غاية نهاية شهر утرق حتى الثلاثل شهر التسعود ممكن أنكم تدفعو لستتتتتتتتتتتутة وبطبيط الحل سين تع其实 كل ما دفعتها مع الطل كل ما غادي تاخد تعويض مع الطل والناس اللي كتدفع بكري كتدفع في شهر ربعة في شهر خمسة هاد الناس اللي كتقدر تاخد التعويض من الأولين يعني في البسطة باقة دية الشهر سبعة وطبيعت الحل كنت تكلموا على البسطة باقة دية الشهر سبعة نفسها اللي غايتحط فيها البونوس دية الميتين أورو وعلى ذكر هاد البونوس يا إخوان بزاف ديت ناس كتتسووني كتقولي يا واش العائلة إلي كانوا خدامن فيها جوجة الناس واش غايت ياخد البونوس عير مرة واحدة ولا جوجة المرات؟ رابطابية الحل كنت تكلموا يا إخوان على الشخص الشخص اللي خدام غايت ياخد البونوس بوحده ميتين أورو ولذلك إلا كانت عائلة خدامن فيها جوجة الناس رغايت ياخدو 400 كانوا ثلاثة رغايت ياخدو 600 في حين أنه العائلة إلا كان شخص خدام والآخر يستفيد من دخل المواطنة أرا هنا غايت ياخدو عير بونوس واحد هادك الشخص اللي خدام في حين أنه إلا ما كانوش خدامن كامل وكانو ياخدو دخل المواطنة أرا غايت يستفيدوا منها عير مرة فهذاك دخل المواطنة يعني باش نكونوا يا إخوان واضحين في حين أنه من غير ومن غير البونوس ديال ميتين أورو اللي غايت يوصلوا في شهر سبعة كانوا بعض الناس اللي خداموا في بعض القطاعات اللي غايتوصلوا كذلك بالكواتور دي شازمة حنا كنعرفوا أنه كيلتر دي شازمة اللي كي ياخدوها جميع العمال هنا في إيطاليا في الآخر دي شهر 12 وطبيعة حالك تكون واحد الشهرية اللي هي زيدة كي يستفيدوا منها العمال يعني كتاخد الشهرية في شهر 12 وكتاخد معها كذلك واحد التري دي شازمة شهرية زائدة للقانون الإيطالي منذ سنوات يعني منذ الثلاثينات ومن بعد كذلك في الستينات تم تعمين ديالها على جميع المواطنين وكي يستفيدوا منها كل شي في حين أنه كان بعض القطاعات اللي كي يستفيدوا كذلك من الكواتور دي شازمة الناس اللي يخدمن في قطاع دي سياحة وفي قطاع دي التجارة وفي قطاع دي الأغدية وقطاعات كذلك ديال الله يدير لكم البركة فادر الزق ان شاء الله وبطبيعة حالفين يخص تواريخ راه جميع الناس اللي دفعوا قبل 31 في شهر خمسة راح لأغلبية ديالهم وكلهم تقريبا هاتشي لما كانتش أخطأ في الستة ترينطة ولا يعني ما سيفتوش لكم شي رسالة راح لأغلبية ديالكم غي ياخدوا تعويض ديال ستة ترينطة في الخلصة ديال شهر سبعة لأنه خسكم تعارفوا تقريبا لستة ترينطة خاصة واحد الخمستاشر يوم ديال الوقت باش منيك توصل دار الدريبة خاصة تدير لها مراقبة وعدة مسائل وتصادق عليها وفي هذه الحالة منيك تصدق عليها سافرة تخرج لخلص ديالها ولذلك اللي دفع في 31 في شهر خمسة وقبل هذو غادي ستسافضوا من التعويض في شهر سبعة اللي دفع من وراء 31 في شهر خمسة هذو إخوان فيهم شك كبير يعني إلى غاية المنتصف ديال شهر ستة ربما يقدروا يستسافضوا بالتعويض في البستباقات ديال شهر سبعة ولكن ربما هاتش يعني ما كانش واحد تدقيق وما كانتشي أشياء لرسمية تقول لك غادي يأخذوه في شهر سبعة ربما آه وربما كذلك يبشون البستباقات ديال شهر ثمانية كيف هم كيف الناس اللي مثلا عندها يعني البنسيوني التقاعد بطبيق الحال اللي كين هو أنه الناس اللي كتختار أنها تدير الستة ترينطا بري كومبيلاتو هذيك اللي كتكون ديجة عامرة من عن دار الدريبة ومدخل اللي يكون فيها المعلومات ديالكم كتدخل عير تراقبها إلا كانت الأمور ديالكم ممكن أنك تديرها من الموقع ديال دار الدريبة للجنسية للإنتراتي كتدخل بسبيد وكتعمرها كتشوفش حال خاص يرجعون لك وليش حال خاص يترجع لهم أو كتكتر السلاغ هذي راه بطبيق الحال اللي غايد ديرها هات السنة غايد يأخذ التعويض عليها في البستباقات ديال شهر ثمانية لأنه لستة ترينطا بري كومبيلاتو هذي العام تعطل ملف كيبدأ في المنتصف ديال شهر خمسة أو في الأول ديال شهر خمسة ولكن هذي العام بدأ نهار 31 في شهر خمسة ولذلك كيفما قلنا اللي سيفض قبل 31 في شهر خمسة غايت سافد الناس اللي دارت البري كومبيلاتو كان عندها إمكانية بدعير من وراها التاريخ ولذلك صعيب بزاف أنه يكون عندهم التعويض في شهر ثبها ماشي مستحيل ولكن صعيب علش أخرهم أخرهم لأنه كان البونوسات ديال البيناء واللي هي كثيرة وحيت تم تمديد ديالها من الحكومة الإيطالية دارت ضريبة مكانش عندها وقت يعني باش قادل الأمور ديالها وقادتها في هذي تاريخ ديال 31 في شهر خمسة وكان بإمكان الناس أنها تدخلوا حتى ديال دارت ضريبة واتصفت لستة ترينطا ديالك نذكركم أنه لستة ترينطا ما يقدرش ديره واحد اللي عنده بارتتا إيفا وهذا الشليكين يا إخوان وكنتمنى أنه هذي الفقرة تكون فادتكم فهذه الفقرة يا إخوان سنطرقوا من جديد إلى القضية ديال المواطنة المغربية اللي أسبق لنا وتكلمنا عليها في الحلقة ديال 14 في شهر الجوج ديال هات السنة واللي كانت إخوان دارت واحد الفيديو اللي كان عنده واحد صدا كبير في المغرب من بعد ما أنه المساعدة الاجتماعية حيدت لها البنت اللولة وطبيتها لعطات العائلة إيطالية والبنت التانية كانوا بغني يأخذوها لها يالله زادتوا عندها أشهر قليلة ولذلك مسكينة في هذه الفترة حيث يعني حستت بالأبواب مسدود في الوجه ديالها كان دارت واحد الفيديو اللي نشرته كذلك قناة شوف تيفي واللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم يا إخوان غنتكلم عليها واللي ما عقاش الفيديو راه هو هذا يا إخوان اليوم غنتكلم عليها لأنه كان عنده ظهور جديد في قناة شوف تيفي باش كتشرح الجديد والجديد يا إخوان هو أنه الحمد لله خرجات من الكمونيطة اللي كانت فيها لأنه عربش للخص لكم أشنو كانوا واقع دوليها البنية اللولة وكانت متبعها المساعدة الاجتماعية وطبي يتحلي إخوان لوقيت اللي ولدات كان جا قرار من المحكمة باش يحيدوا لها حتى البنية التانية ولكن هي رفضات وقالت لي هم أهد البنت خصالها بدما تبقى معايا ولذلك في الآخر كان عنده جوج ديال اختيارات وأنه تفارق مع زوج ديالها وتبشي الواحد الكمونيطة هي والبنية ديالها وتدوز فيها وحد المرحلة ديال البروفا أو أنها تعطي البنية وتبشي مع راجلها ولذلك هي مسمحات في البنت ديالها مشتدوز في واحد الكمونيطة لبروفا لمدة خمسة أشهر خمسة أشهر من الضغط خمسة أشهر من المراقبة خمسة أشهر يعني من واحد السيستام اللي صعيب بزاف ما كتتاخدش تريفون في اليد ديال كل وقت اللي بغيتي عندك سيستام تفيق مع كده وكده تقادل الأكل عندك الوقات اللي تسرح فيها الوقات اللي خصتك تفضوا يعني عدة مسائل بحل واحد السجن ولذلك كانت كل مراقبة وفي الجمعية اللي كانت في هيايا أرى كانت الملك ديال اللي سوري يعني هذو كنسة ديال الكنيسة هنا في إيطاليا ولذلك كانت مراقبة جد 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 قوية المهم اللي كان هو أنه هات السيدة دارت كذلك عدة جلسات في المحكمة وبطب يتحلف هذه المرحلة وكذلك في المراقبة قدرت تبرهن بلا أنه بإمكانها أنها تكون أم صالحة لأنه المشكل الكامل كانوا كيقولوا ليها أنت يا ما تقدرش تكوني أم صالحة وعديمت المسؤولية لأنها كانت يعني ربما ببوزيتيف وخرجات ووجات لأستيستينتي سوشالي ودات لها البنت ديالها المهم عدة مسائل قدرت تبرهن بلا أنه رأى أم صالحة مهلية في بناتها وكيف ما شفنا سابقا يا إخوان كانت كتنظم لها الحفلة كذلك كتجيبها من عد العائلة الإيطالية اللي مربياها وكتدير لها الحفلة دي العيد ميلاد وكتجيب لها الكادوات وكتجيب لها الكسوة وكل شي حتى هم كانوا كينباهروا ولذلك هذا القيس أنا لش كنعودها كنعودها أول للأخت حليمة لأنه خرجات وبينة لوجه ديالها ونضلت من أجل بنية ديالها والحمد لله ذبرها خرجت من الجمعية وهذا البنية اللي كانت عند عائلة إيطالية غد يرجعوها لها إن شاء الله في شهر تسعود وصراحة خبر اللي هو مفرح وأنا شخصيا فرحت لها وفرحت لها بزاف صراحة والسبب الثاني اللي خلاني أني نتطرق لهذا الخبر هو أنه ناس اللي ربما عندها نفس المعاناة وكتبال لها بلا أنه صافي تسدت في وجهها جميع الأبواب وبلا أنه الشمل ديالها غادي تضمر جبت لكم هذا القيسة وبينت لكم الخبر والجديد في هذه القضية باش نقول لكم بلا أنه الفارش ديالة الله راها دائما ما كيكون قريب عين الواحد يصبر وهذا كل محل اللي غايدوز منها ما خصوش بي نهائيا أنه يكون ضعيف نعم تقدر تكون ضعيف والأخت حالي مرة كانت ضعيفة في عدة مرات وكانت يعني عدة ليالي ما كتنعش ولا نعسات كتبقى متكي وكتبكي يعني دازت على أمور صعيبة ولكن أمامهم همايا والمراقبة وأمام القادي ما كيش هذاك الانهيار وذك البوكاء اللي ما كيجيبش نتيجة ما شي كتقول غادي ندير فيهم الشفقة وغايعطيوني يعني البنت ديالي والعائلة ديالي غايت جمعش منها ولكن راكي وقع العكس بل خصك تكون قوي في النفسية ديالك وكذلك في الأفعال ديالك واتبارها اللي يمبل أنه راه قادر على المسئولية وفعلا دك الشركاني إخوان هي راه في هذا الفيديو راه خرجتها وراه جارة الكروسة ديالبنيتها الصغيرة وإن شاء الله في شهر تسعود غير جعلها البنية ديالها لعل حساب ما كانت كتقول دائما ما كانوش مهل ينفيها نهائية الإيطاليين وعلى ذكر هاد النقطة يا إخوان راه كان واحد الموضوع اللي ما زال خصني نتطرق له هو أنه العائلات المسلمة اللي هنا في إيطاليا والمغاربة اللي سكنين هنايا وميسورين يعني عندهم يعني واحد المنزل اللي هو كبير وممكن أنهم يتكلفوا ويتبنوا ناس راه ممكن كذلك أنهم يترشحوا باش يتبنوا أطفال ديال الجالية للمحاكم كيقروا أنهم يحيدون الأباء ديالهم مثلا هات السيدة اللي بشات لها البنت ديالها ممكن أننا نلقاوا عائلة مغربية هي اللي تبنى البنية ديالها وعلى الأقل تبقى في واحد عائلة مسلمة هكذا غد ينقدموا خدمة للعائلة اللي عندها مشاكل حيث منك يزدو لك البنت أو الولد ديالك رك تكون مشاكل عائلية على الأقل في هذه الفترة بينما تحل المشكل تكلفش عائلة مسلمة باش هدك الطفل يكون في واحد عائلة اللي على الأقل غد يتحتارم تقاليد دياله والدين دياله هذي يا إخوان عير فكرة وإن شاء الله غنطرقوا لها في التفاصيل واللي كيهم الأمر راه ممكن يسهول على راسه ويعرف كيفاش يدير باش يكون بإمكانه أنه يتمنى هذي الأطفال عرف واحد المرحلة اللي هي قصيرة بينما هذه العائلة تفكليها المشكل إن شاء الله يعني هكذا ما نمقوش دائما الأبناء عند الإيطاليين ودائما نفس المشكل راه لي عنده يعني واحد المنزل كبير وعنده في نجيب واحد شخص يزيد في العائلة والحالة ديالي وميسورة راه من غير أنه يتمنى رك تكون كذلك مساعدات عرفة نكونوا واقعين يا إخوان ونحن هذا الشيء من أجل المساعدات اللي هي تعطي الدولة ولكن من أجل عائلات مسلمات هنا في إيطاليا اللي عندهم مشاكل مؤقتة ونبروك من جديد على الأخت حليمة فهذا الفقرة غام شون تكلموا على الطقس هنا في إيطاليا والموجة ديال الحر اللي كتعاني منها عدة مناطق إيطالية وغدين شون شوفوه إن شاء الله هذا الشيء اللي غد يوقع في الأيام القادمة فيما يخص الطقس على حسب الدراسات ديال الأرصاد الجوية اللي كين هو أنه هذا الحر اللي كين في هاد الأيام في إيطاليا واللي بزاف ديالك الناس كتعاني منه ما هو عير شوية من هاداك الشي اللي يجاي في الأيام القادمة لأنه جاي وحد الموجة ديال الحر من إفريقيا غتخلي الحرارة تصل في بعض المدن الإيطالية إلى تلسة واربعين درجة حرارة مع العلم أنه حاليا رأى في أغلبية المدن درجة الحرارة قل يا إخوان السوء ثلاثين في أغلبية المدن اليوم رأى المدينة اللي فعل حرارة كثيرة بزاف هي كريمونة فيها سوء ثلاثين درجة في حين أنه المناطق الأخرى فيها سوء ثلاثين خمس ثلاثين ولكن الناس كتعاني من الحرب بزاف لأنه هنا الدنيا مزموطة بزاف بخلاف المغرب مثلا كتقدر تكون حتى ثلاثين واربعين وكتكون مرتاح ولكن هنا رأى عير سوء ثلاثين ثلاثين مع الضمت اللي كين تخنقك يا إخوان وكتون اللي بندم عير قلس وكي عرق والدنيا ما بنفسه لذلك سوف يمشون نرى يا إخوان كيف ما تشوفوا معي هنا مثلا يوم الخامس رأى درجة الحرارة هنا في إيطاليا سوف تصل لثلاثة واربعين درجة حرارة والتي ستكون في مدينة أندريا بطبيعة الحال هذه الموجة الحر سوف تسيب المناطق الشمالية وكذلك المناطق الجنوبية وجميع المدن في ريطة والله يجعل شيئا الخير بطبيعة حل كنت تكلم على هذه الحرارة اللي سوف تكون في الآخر عشر أيام ديال شهر السساء وربما تخليها تشيع لحسب ما يقول يا إخوان الأرصاد الجوية وربما سوف تخلي هذه الشهر السساء من أسخن الشهور ديال شهر السساء اللي سوف تاريخ مني بدأوا يأخذوا الإحصاءات يعني سوف يكون الحرارة كثيرة بزاف لربما معتادين أننا نشوف في شهر ثمينية في شهر سبعة ولكن في شهر سساء فصل الصيف بقي ما وصلش غدا يوصل نهر واحد وعشرين اثنين وعشرين يعني فهذا الشهر من هنا اليومين ولكن راه ديجا موجة الحرارة راه أكثيرة بزاف هاد الحرارة اللي كينا حاليا كتخلي كذلك أنه يكون ضغط على الطاقة الكهربائية وهذا شي لمشي في صالح إيطاليا لأنه كيف ما عرفنا عدنا مشكل في الغاز وعدنا مشكل في الطاقة ولكن مثلا مدينة ميلانو راه كيف ما تكلمت الصحف الإيطالية هاد الأيام راه كي وقع يا إخوة الانقطاع في الطاقة الكهربائية بسبب الضغط الكبير على المكيفات ديال الجو يعني الناس كتخدم الكليمة بوحد طريقة كبيرة بزاف وهذا الشرك يجعل أنه يكون ضغط على الطاقة الكهربائية وحيث الطاقة الكهربائية لا يمكن أن تخزنها تنتج عرض الشيء الذي يحتاجه بطبيعة يكون على ضغط كبير وبطبيعة تنقاطع لأنه لا يمكن طاقة زيدة ولذلك تدخل الشركة تحاول أنها تنتج طاقة أكثر لكي تزود الأحيال التي تنقاطع فيهم الطاقة الكهربائية وهذا المشكلة يبقى في الأيام القادمة يحسب مكسب الكورياري ديلا سيرا يوم الثنين درجة الحرارة القصوى في فرارة 35.3 في 21 ستكون 39.7 في مدينة كاربونيا في 22 وهذا بحول الله وإن شاء الله ستكون 40 درجة ونصف مدينة ساساري نهار الخامس رأي ونهار الجمعة ستكون 42 درجة حرارة في مدينة كالتاني السيت في جنوب إيطاليا فهذا ستطرق الخبر المواطن المغربي سابقا في البلدية مونتي بلونة كان تقريب ودار أعمال الشغب في البار من بعد أنه يهرس في الطابلات كان سكران ويهرس كذلك في الفيترينات وكان معرّي عليهم ولذلك جاءت الشرطة جاءت معطلة كنت عطلع الكاربين من بعد ربعين دقيقة لقيت عليه القبض وداته للسجن حاليا القاضي التحقيقات الأولية أكد الاحتفاظ به في السجن ولم خرجوش ولكن الصحافة الإيطالية كانت تكلم على عمل بطولي الآل دوسيرينا الذي يلاعب كرة القدم السابق كان يلعب في 80-90 حاليا عنده 62 سنة وكان يلعب في فرق كبرى إيطاليا من بين الميلان لينتر ليوفي وكذلك فرقة تورينو وبطب يتكلم على أنه دار العمل بوطولي مهاجم إيطالي سابق وبطب يتكلم لأنه ينتحييز كبير الفيديو يا إخوان أنا رأي شفته كامل ووصلوني عدة فيديوهات من غير هذو اللي انشرت لكم النهاريات ما بغيت انشار فيديوهات المواطن المغربي والمواطن المغربي اسمه حسان وهذا هنالك تشوفوا في الصورة يحاول يتكلم فيه وهو اللي خرج معاه من البار ومقام بتابعه يتكلم فيه ويقول لي يسكت لأنه بالصدفة كان عند واحد الاشيماع في البلدية لأن السيد راه وحد الاخلي هو كيد العمل جمعوي كان يحضر في الاشيماع مع رئيس البلدية من اجل انشاء المسجد في المنطقة او في المدينة ولذلك مني خرجي اخوان في الصنطر المدينة يلقى المغربي المنوض الحيحة يحاول يهدئ ويجعل عمل كبير بزاف الا انه صاحب البار على حساب ما وصلتني عدة شهادة سكانوا وكذلك صحفيين واقف انتما قال لهم انا نقدروا ندروا لي واحد العذر ولكن كتجبد المسلمين يعني علاش كامل للمسلمين لذلك نتكلم على واحد تعليق عن صوري المهم كانوا حاضر انتم ماشي صحفيين وسمعوا الكلام من صاحب البار وكان حاليا كيف معه واحد الاخ يحاول لقاء من اجل الصلح وهدم البار يحاول انه يعتادر على الالفاظ اللي قال توجه الجليل المسلم ولكن هاد سيدي اخوان يهد المواطن المغربي وكانوا فيديو اخرين لهاد السيد اللي كان منوض الفوضى كان متكيف وحد نافورة ممايا هاد نافورة المواطن المغربي هو اللي ادهل لها لانه مكان صحي ومش يدهل لها وحط في ممايا رطبي اخوان هاد الحقائق لم يتوصل ولكن اللي يوصل هو انه المواطن الايطالي احتف لخر من ان تصدع هاد السيد جعل عليهم بزاف ومش كيف يدرف احد الفيترينا مش قال لي صافح بسبراكا وهو يتحسب عمل بوطولي اما اللي قام بالعمل بوطولي وتعير من الفوق هاد كره احد ما تكلم عليه وانا فهد وكنتمنوا في الاخير انهم يكتروا من العمليات ديال الترحيل نحو المغرب ديال نماديج من هاد القابل لانه ما كتنفعش المجتمع وعير كتضر به وكتضر بالجالية المغربية فهد الفقرة يا اخوان غد انطرقوا الموضوع ديال الغاز لانه كيف ما راكم كتشوف حاليا كين مشكل ديال الغاز سلين يوجدوا الغاز ويخزنوه باش من هنا الفصل الشيطائقة وعدموا المخزون كبير ديال الغاز ولذلك روسيا قطعت عليهم النص في حين انه على فرنسا قطعت كامل وعلى الماني قطعت لها 40% وطبع حاليا ايطاليا راك في مغنى كتدير عدة اتفاقيات دارت اتفاقيات في الموزنبيق دارتهم في كونغو دارتهم في الجزائر ودارتهم كذلك في مصر ودارتهم كذلك في قطر قطر شرعت من عندها الغاز ولكن اللي كين هو انه الشركة آني الايطالية غد يدخل رسميا في واحد من اكبر المشاريع في العالم ديال الغاز الموسال بطبيعة الحال كنت تكلموا على قطر اللي هي عند اكبر احتياطي في العالم ديال الغاز الموسال كنت تكلموا بالتحديد على الميطانو وتخيلوا معايا اخوان الارزاق بيادي اللي كيف ما يقولوا دائما يعني واحد الدولة اللي هي صغيرة الحجم بزاف عندها في المياه ديال وفي البحر ديال واحد من اكبر الاحتياطي ديال الغاز اللي هو يموسال يعني كنت تكلموا على الميطانو في العالم بطبيعة الحال شركة آني الاستثمار اللي دارت استثمار ضخم للغاية كنت تكلموا على 28 مليار فاصلة 75 ديال دولار يعني قيمة مالية كبيرة بزاف هاد المشروع غايبدا الانتج سنة 2025 يعني ماشي سريعا ولكن استثمار اللي غايضو على الاقل واحد مدة 27 سنة يعني استثمار كبير من غير انه هاد جوش الشركات للشركة القطارية للشركة آني الايطالية راه ديجة شركاء اخوان في بعض المشاريع من بينها مشاريع اللي كينا في عومان مشاريع اللي كينا في الميكسيك في الموزنبيق في كينيا وكذلك المغرب لانه في المغرب كذلك كين عملية تنقيب والمغرب يعني راه القل غاز في عدة مناطق ان شاء الله يعني مسألة وقت المغرب غير من بين المنتجين وكذلك نتكلم على انه المشكل التاني لكين هو انه ايطاليا عند هذو المحطات تنقيب على الغاز مبلوكيين هاد البحر اللي كتشوفوه اخوان البحر الادرياتيكو راه ايطاليا مشاركة مع دول اخرى من بين اهم الدول هي دولة كرواتيا بطبيعة كما تشوفوا معاي هنا كرواتيا كتشوفوه في هذا البحر يعني في الحدود دي المياه ديالها ولكن ايطاليا ما كتنقبش انبلوكي تنقيب علاش لانه مضرب البيئة وعدة مسائل وهاتش نخلى انه تنقيب في هاد المياه كيقل وكذلك الاستخراج للغاز كيقل في حين انه مثلا اذا شلنا الارقام ديال الف وتسعمية وابعة وتسعين ايطاليا راه كانت تخرج حوالي عشرين مليار متر مكعر ديال الغاز هاتش في سنة الف وتسعمية وابعة وتسعين حاليا في سنة الفين وعشرين كيخرج عشر ربعة فاصلة اربعة يعني نسبة قليلة للغاية في حين انه كرواتيا اللي دائما في هاد البحر را تخرج ما يقارب ثلاثين في المئة من الاحتياجات ديال هالخاصة ثلاثين في المئة اللي هي واحد نسبة صراحة الغاز يعني يستعملوا بزاف هما يستعملوا قليل ويقدروا يخرجوا الترود ديال استعمال ديال من هاد البحر الإيطاليين بطبيعة لما يتحركوا ما يتحركوا ولكن إجماليا وزير الطاقة الإيطالي مني القضية ولا تصعيب لها الدراجة أرى باغني يديروا واحد تعديل على القانون باش يكتروا من الإنتاج الغاز في البحر ديال أدرياتيكو اللي يعني كتقاسموا إيطاليا مع دول أخرى باش على الأقل يواجهوا هاد الغالة الأسعار وهاد القلة ديال الغاز اللي كينا حاليا